ما أن حاولت دول العالم التخلص من كابوسي كورونا والتعيش معه بخطوات أكثر قرباً للحياة الطبيعية قبل الفيروس المستجد حتى عاد الوباء بجديده المرعب تحت عنوان المتحور الجديد أوميكرون الذي تصدر الطفرات الماضية من كورونا ليصبح الأكثر خطورة بعد اكتشافه في جنوب أفريقيا المتحور سريع جداً جداً تقييم على لسان أكثر من مسؤول صحي في دول عدة بعد اكتشاف حالات لديهم من أوميكرون ومع الغموض حول كيفية ظهور متحور أوميكرون بالضبط يعتقد العلماء أنه مثل متحور بيتا الذي ظهر أيضاً في جنوب أفريقيا عام 2020 فإن التفسير الأكثر منطقية بحسب علماء هو أن الفيروس كان قادراً على النمو والتطور بشكل مطلد في جسم شخص يعاني من نقص المناعة وربما يكون مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز ومع وجود ثمانية ملايين ومئتي ألف مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بجمهورية جنوب أفريقيا أكثر من أي مكان آخر في العالم كانت معركة جنوب أفريقيا ضد فيروس كورونا معقدة بشكل خاص حيث يكافح هؤلاء المرضى لتخلص من الفيروس مما يعني أنه يمكن أن يبقى في أجسدهم لفترة أطول وكانت بريطانيا قد أعلنت تعليق جميع الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا والدول المجاورة ما يعيد للأذهان ظهور كورونا في أوهان الصينية والذي تسبب بكارثة صحية واقتصادية في شتى مدن العالم من بينها الدول العربية وتحديداً تلك التي تعاني ظروفاً صحية واقتصادية وأمنية مثل العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر